علامة يوب صنع كم هدف أنت صنعطي لي كم هدف عشان أعمله وأشهرهم إيه أنا بالنسبة لأشهرهم الهدف الحراز الحراز الهدف طهر أبو زيد براد سجارة والأهل ده أكيد هن ده حلو قوي حضرتك بالضبط الهدف اللي جابه طهر ده بالضبط هي ثلاث لمسات من كابت مصطفى طبعا كالعادة اللي هي الكورسات اللي خلصان أي حد يلمس وطهر أبو زيد بنوه هدف حلو قوي المساحة اللي عرفت فيها التمرير على الكابت مصطفى عبدو صغيرة جدا لكن طبعا الحمد ولكن في تفاوم جميل جدا بيننا وبنبعض فحضرتك عارفون عرفت لمسة التانية هدف أمكن أنا وأنا بتكلم في التقديم ودي والله ما بقبلغش علاء فيها وما بجميلش فيها وتعرفنا طول عمري أب نضحك وبنتبسط وكلامنا كله إنه ما عندي الشغل الشغل محطات كتيرة قوي لعلاء ما يهوب مع مصطفى عبدو إنه زي ما قلت محسن صالح كان علامة من علامات كرة المصرية مع النادي الأهلي وفرق معي كتير جدا في بداية مشواري مع النادي الأهلي بعد كده حتى في المنتخب كنت بقوله يا جماعة ما تاخدوا محسن صالح فاروق جعفر زعل إن أنا بقول لأ قلت له أنت طبعا أساس يا روء ما ينفعش وبعد ما بطل كابتن محسن صالح جي خليج جدالة خليج جدالة من اللعبين اللي هما زي بالمستير وفي نص الملعب كان شويته بلاي ميكر ما فيش غين عنه بعد ما خليج بطل أنا عايز ألعب هروح فيه لحد ما شفت صاحبنا ده قمت شابت فيه فيدوبك بقى فيه كيميا بيننا من بعض لحد ما حفظنا بعض بقى عارف أنا هجري إمتى وهقف إمتى وهيتحرك هو إزاي وأنا فاهم هو حركته إزاي وعارف إنه هلعب الكرة إزاي وأنا هجري إزاي ودي طبعا كان فضل من ربنا إن أنا أستمر مع ثلاث أجيال كابتن محسن وكابتن خالد وبعد كده كابتن علاء فدي بالنسبة لي كانت علامة من علامات أدي الجول ده بتاع المصري ده ده كمان يعني لكنا مغلوبين واحد صفر كنا واحد واحد ولا واحد واحد ده هدف طبعا من الهدف الحلو أو يا حضراتي طبعا كالعادة الكروس اللي عملته فعشان كده بقول أنت كنت علامة من علامات أو محطة من محطاتي أنا كمصطفى عبد والأعزم كلمة أنا في النادي الأهلي